ومن باريس ينضم إلينا دكتور إسماعيل خلفالة الكاتب والمحل الأساسي بعد تحية دكتور إسماعيل قبل أن نتحول لفهم وتوقعات موقف الاتحاد الأوروبي دعني أتوقف معك مع هذه الملاسنة من قبل أردوغان دوما في الفترة الأخيرة مع الرئيس الفرنسي ماكروه الذي وصفه بأنه عديم الكفاءة لماذا يصر الرجل على الذهاب إلى هذه المنطقة بداية؟ بداية أحييكم وأحيي المشاهد الكريم حقيقة هذه تمثل صورة الاحتقان والتوتر المتصاعد بين الرجلين بين باريس وبين أنقرة والآن هناك خلاف واضح بين ماكرون وبين أردوغان الآن ماكرون هو يدافع بقوة على أساس أن التحركات التي تمارسها أنقرة سواء في الشرق المتوسط أو في الملف الليبي هي تهدد هي ظاهرة مهددة للاتحاد الأوروبي والآن ماكرون يقدم نفسه على أساس أنه حامي الاتحاد الأوروبي وأن هذه المخاطر التي ستنجر على هذا التوسع الذي تمارسه أنقرة سواء في منطقة الشرق المتوسط أو فيما يتعلق بملف الليبي ودعم أردوغان لحكومة السراج الآن أعتقد أن ماكرون الآن استطاع هو الآن حاول منذ البداية منذ نشوء الأزمة هذه أنه يريد أن يشحذ كل القوى القوى الاتحاد الأوروبي أن تذهب إلى فرض عقوبات في هذه النقطة تحديدا دكتور إسماعيل كما تعلم هناك قمة مرتقبة للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول أزمة شرق المتوسط هناك تلويح من دول بفرض عقوبات على تركيا تحديدا من قبل فرنسا هل الاتحاد الأوروبي تعتقد أن أجواءه فيها اتفاق على هذا الأمر أم أنه ربما يكون هناك اختلاف على مسألة فرض العقوبات في اعتقادي هو من الواضح أن الموقف الاتحاد الأوروبي لم يكن موحدا تجاه الأزمة شرق المتوسط ولكن في اعتقادي أن التحركات الأخيرة لماكرون أثمرت وربما هذه القمة التي كانت في جنوب الجزيرة الفرنسية وهذه القمة الأوروبية المزمع عقدها في الأسبوع المقبل في نهاية هذا الشهر كلها هذه نتيجة أعتقد أنها نتيجة هذه التحركات تحركات ماكرون على أساس أنه يريد أن يقنع كل الأطراف الفاعلة داخل البيت الأوروبي على أن هذه التوسعات ليست بالنزاع بين أثينا وأنقرة فقط ولكن هذه الأزمة ستكون خطر على مصالح أوروبا وعلى كل هذا التوسع هذه السياسة التوسعية لأنه يرى ماكرون على أن أردوغان يمثل أو يطرح نفسه أنه وريث أو إرث الدولة العثمانية وبالتالي فهو يحاول أن يستبق الزمن على أساس أن هذه توسعات أردوغان في إطار هذه الفكرة دكتور إسمعيل أيضا في إطار هذه الفكرة أيضا الرئيس التركي يقول أن الخلاف مع اليونان في شرق المتوسط يمكن حله بطريق حوار منصف وفي نفس الوقت تصريحات من وزارة الدفاع التركية تقول أن الفرقطات والسفن الحربية التركية تصاحب سفن التنقيب حتى هذه اللحظة ما الذي تقرأه في هذا التناقض الواضح؟ أعتقد أن الاجتماع القمة الأوروبية المقبلة هي التي ستفصل في هذا إذا كانت هل هناك تصريحات تبقى تصريحات إعلامية فقط أم أن هناك قرارات تدعو أو تلزم الطرف التركي أن يتوقف على هذا التنقيب حتى تتم المفاوضات ويتم الحوار كما تدعمه واشنطن واشنطن الآن نعتقد أن واشنطن لحد الآن دورها ما زال لم يظهر فعليا لأنها هي الآن حقيقة متخوفة وقلقة من هذا التوتر لكنها هي الآن تدعو الأطراف إلى حوار وإلى الذهاب إلى الحل الدبلوماسي وإلى الحوار وربما قمة أوروبا المقبلة قمة الاتحاد الأوروبي هذه التي ستجتمع في الأسبوع المقبل ربما ستعطي أو تذهب إلى فرض عقوبات إذا قلنا أن هناك عقوبات ستفرض في الدعو الأطرافة فهناك نتائج لهذه العقوبات من بريس دكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والمحل الأسياسي شكرا جزيلا لك